قالت الأهل يواجه الاتحاد السكندري في نهاية دوري المرتبط الوطن سبورت الليلة سلت الأهل جاهز لحسب دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري اليوم السابع الأهل يواجه الاتحاد في إياب نهاية دوري السلة والدستور قال الأهل يلاقي الاتحاد اليوم في إياب نهاية دوري المرتبط البوابة نيوز الأهل يواجه الاتحاد السكنداري بقياب نهائي دوري السلة المواطن الليلة الأهل يواجه الاتحاد في اياب نهائي دوري مرتبط السلة كده دي الأخبار كتبوا الناس كلها والمواقع كلها بتكتب على مباراة النهاردة المباراة المرتقبة بين الأهل والاتحاد السكنداري المباراة المهمة مباراة دايماً وإحنا لعبين بنشوفها بنوجة نظرنا مفيش تحصيل حاصل فيه لعبة فيه أداء فيه تأكيد على المكسب دي أهم حاجة لعيمة النادر الأهل يجب تؤكد على مكسبها مباراة لعيمة حاد سكنداري عايزة تنهي على الفرحة بتاعة جماهير النادر الأهلي أو جمهور النادر الأهلي أو النادر الأهلي هو كسب داري المرتبط قبل المباراة النهائية هنروح ونشوف السيرة الزاتية للمدرين فانيين النهاردة اللي معنا نبدأ بكابتن طارق خيري كابتن طارق خيري هو من موليد 69 الألقاب بطولة أفريقيا للأندي الأبطال ودوري الممتاز عشرين ستاشر عشرين سبعتاشر كاس مصر عشرين سبعتاشر عشرين تمانتاشر ودوري المرتبط عشرين ستاشر عشرين سبعتاشر ودوري المرتبط عشرين سبعتاشر عشرين تمانتاشر لكن بنؤكد ان دوري المرتبط السناء دي برضو عشرين تمانتاشر عشرين ساعتاشر جوه السيرة الزاتية للكابتن طارق خيري مبروك للنادي الأهلي مرة تانية وثالثة وربعة نهائي أو فاينال دوري المرتبط هنروح لكابتن عمراء بلخير ونشوف السيرة الزاتية ليه وقال إيه أو ألقابه كابتن عمراء بلخير موليده 61 وهو الدوري الممتاز 2008 كاس مصر 2010 كاس مصر 2012 ودوري المرتبط أربع سنوات متتالية 19 و11 و12 وهو قائد المنتخب لكاس العالم كاس العالم كان في أسبانيا كابتن عمراء وخير كان المدير الفني وراح به إلى كاس العالم خلينا نستعرض النهاردة كمان الفريق الفريق النادي الأهلي ونروح ونروح للجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي المدير الفني كابتن طريق خيري المدرب العام كابتن إسلام علي مدرب مساعد كابتن أحمد الجرحي اللي هنقف معاه ونتكلم عليه كتير لأنه عمل مباراة والأروع والأحسن من كده ومدير إداري شريف علي إداري كابتن رضا السيد طبيب الفريق دكتور أسامة فرج أخصال علاج الطبيعي الكابتن أحمد يحيى ومدلك محمد عيسى ومحل الفني أكرم الشرباجي ومخاطط الأحمال كابتن محمد علي هنروح لتشكيلة النادي الأهلي النهاردة في المباراة تشكيلة اللاعبين بيقودها كابتن الفريق والخبرة والمتمثلة في الكابتن طار الغنام وهو رقم عشرة وكابتن مودي الجرحي أربعة كابتن رامي جنيدي ستة كابتن كريم الدهشان أربعة وعشرين كابتن إبراهيم الجمال المصاب هو رقم تسعة ومعانا تلاتة وعشرين محمد أبو الناصل سبعة وسبعين كابتن حاتم البحيري اللي يعني إن شاء الله النهاردة ربنا يكرمه غير مباراة بارح لتمنى لي كل التوفيق خمستاشر مؤمن أبو العنين سبعين مصطفى مشعل والنجم مباراة بارح الكابتن أحمد السلعاوة ورقم سبعة رقم سبعة كابتن أحمد السلعاوة كان نجم النجوم مباراة بارح أحمد علي برغوتة رقم واحد اتناشر مصطفى الشفعي واحداشر محمد علي تمانية سيف سمير خمسة وخمسين تود أوبراين اللي عمل مباراة ولا أروع ولا أحسن من كده عمل باراة مهمة قادر يمتلك زمام الميديم ويقدر يحط لتنين بوينت بتاعت السلة ويقبودي حسام رقم خمسة عمر طارق أربعتاشر يوسف المعداوي اللي كده هيشترك مباراة بس كابتن طارق خيري ما أشركوش لكن هو جوة تشكيلة الفريق هنروح لتشكيلة اتحاد سكندري هنروح للجهاز الفني والإداري والطبي المدير الفني كابتن عمر أبو الخير المدرب العام كابتن عماد محمود مدرب مساعد أحمد عبد الوهاب مدرب محمد سمير مدير إداري خارد عبد الفتاح إداري وأخصاي دكتور أحمد بسيوني وطبيب الفريق دكتور محمد كبال ومهمات إسلام فتحي وأحمد خميس ده الجهاز الفني والإداري والطبي ده الاتحاد سكندري نروح لتشكيلة اللاعبين النهاردة بإذن الله على أرض الملعب كابتن أحمد عادل رقم صفر هيسم كمال ستة ياسر مبارك سبعة يوسف شوشة تمانية تسعة محمد طه مؤمن مبارك عشرة أحمد الصباغ تلاتاشر ونكمل تشكيلة فريق محمد يونس خمستاشر وعمر عبد القادر وعمر عبد القادر واحد وعشرين وتلاتة وعشرين أدم الصباغ اتنين واربعين علي محمد الأمريكاني رامون جالوي اللي ما أثبتش مبالح وتوجوده في الملعب لتبنى النهاردة كمان ما أثبتش وجوده تمانية وتمانين رامي إبراهيم بكده استعرضنا تشكيل الفريقين للجهاز الفني واللعابين وتشكيلة اللاعبين المتواجدة معنا على أرض الملعب النهاردة هنروح لتاريخ المواجهات للفريقين في الموسم الماضي لعبه أربع مباريات في زهاب دوري المرتبط الأهلي فاز تلاتة وتمانين اتنين وسبعين وعود الدوري المرتبط الاتحاد فاز فرق بنت واحد تبانية خمسين سبعة خمسين وزهاب دوري السوبر خمسة وستين تسعة وسبعين لنادر اتحاد لكن عود الدوري السوبر الأهلي أكد فوزه بالتنين وسبعين تمانية وستين معنا كده انه هم السنة اللي فاتت الفريقين متعدلين في 4 لقاءات 2 هنا و2 هنا هنروح لمشوار الاهلي في دور مرتبط السنة دي اللي وصل ليه لنادي الاتحاد اول مبركة دور السلطاشر كان مع نادي الوليمبي مطشين الوليمبي 7788 الاهلي خسر اول مبرأة دور السلطاشر 87 73 للنادي الاهلي وصعد النادي الاهلي لدور السلطاشر عشان يقابل نادي الزمالك اللي فيز عليه 75-71 في أول لقاء وتاني لقاء الزمالك بيفوز 75-59 والأهلي بيوصل لي عشان يقابل نادي سبورتنج في نصف النهائي نصف النهائي سبورتنج والأهلي سبورتنج أول مبارا فاز 106-104 لكن الأهلي قدر تاني يوم على طول يكسب 86-77 والنهائي الأهلي والاتحاد سكنداري 68-65 وده كان مشوار النادي الأهلي لفريق الرجال عبر دوري المرتبط هنروح لنادي الاتحاد السكنداري ودور من أول لقم لعب في دوري المرتبط لعب مع نادي ترام كسب نادي الاتحاد المباراتين في دور 16-83-50 و74-79 في فريق مستوى كبير دور الثمانية الاتحاد مع أصحاب الجياد المقابلتين برضو الاتحاد كسبهم 99-70 وال83-65 وفي نصف النهائي الاتحاد قابل نادي الجزيرة العنيد نادي قوي جدا في البسكت 82-81 فريق بونت واحد وتاني يوم على طول 85-82 فرق تلاتة بونت والحمد الله في النهاية بيخسر أول مباراة من نادي الاهلي بـ 68-65 صفقات الفريقين احنا بنعمل الجرعة كلها مرة واحدة لكم عشان تعرفوا احنا ادقي الناس بصراحة تعبانة جدا وبيدوروا على كل حاجة وكل الجديد عشان جبور نادي الاهلي ومشهدي قناة نادي الاهلي يكونوا معهم كل الأخبار من كل التجاهة صفقات الفريقين النادي الاهلي دعم بخمس صفقات السنادي أحمد علي برغوطة رامي جنيدي حاتم البحيري ومصطفى مشعل والأمريكاني تود أوبراين خمس صفقات للنادي الاهلي اعتقد ان صفقات مؤسرة صفقات واضح عليها يعني واضح عليها انسجمت مع الفريق وبذات تود أوبراين مباراة قوية والأروع والأحسن من كده هنروح لي تدعمات نادي الاتحاد السكندري السنادي دعموا بسبع لعبين نادي الاتحاد كلهم كل الناس وكل الخبراء والفنين بيقولك نادي الحادس سكندري يعني فرقة قوية جدا فرقة مكتملة العناصر ودعموا بسبع لعبين هنشوفهم معنا على الشاشة هيسم كمال أحمد الصباغ يوسف شوشة رامي إبراهيم عالي محمد الأمريكاني رامون جالوي وأحمد خلف بيبو بكده نكون قدرنا نقول لكم كل حاجة عن الفريقين وضحنا كل النقط وضحنا مشوار الفرقتين وضحنا اللي يعبين على أرض المباراة خلونا نروح لفرحة لعيب النادي الأهلي اللي فرحونا وبسطونا النهاردة في مقابلة الاتحاد السكندري في نهاية دوري المرتبط تحت 16 سنة أولادنا عامل المباراة مهمة هندخل للفرحة وهنستقبل ديوفنا الكبار اللي هي إليها هيكملوا معنا في الستيديو التحليلي عشان نشوف عن حل المباراة إزاي هندخلوا تقرير وتجعورنا مرة تانية شكرا